مع تدخل المجتمع الدولي ومع حتى اتخاذ قرارات قوية وجريئة لأنه أنا من أصير مخير بين واقع تزوير ورح بالنهاية رح تكون النتائج كلش مخالفة لما يتوخى المواطن العراقي وبين نتائج بعيدة عن التزوير مع تدخل دولي يعني صحيح تدخل الدولي احنا نرفض أي تدخل في شأن العراقي ولكن إذا كان بهذا المستوى وقبال عملية التزوير لا أنا فضل التدخل الدولي وتدخل الأمم المتحدة لتصحيح النتائج حتى استخدام كافة الطرق المتاحة حقيقة للمنظومة الدولية في التدخل في العراق أنا أفضل عن أنه نحن نسير حالنا ولكن في حال من التزوير وحقيقة التلاعب بالنتائج والضحك والخداع المواطن العراقي أنا أفضل تدخل المجتمع الدولي وأأمل أنه تكون النتائج أفضل في هذه الحالة طيب أنت مريت بمرحلة كانت مهمة كدرس بالنسبة إليك يعني أنت ما كنت بعيد عن العملية السياسية لكن لما تم تكليفك أنت وجدت هذه القوى السياسية لن ولم يمكن أن تتزحزح مليمتر واحد عن نظام المحاصص السياسية الذي تقود به البلد واليوم أنت تعود مرة أخرى إلى الانتخابات يعني ما هو جديدك هل فعلا يمكن أن ننتج طبقة سياسية قادرة أن تدفع طبقة الحكومة الحالية لتأخذ لها وأن كان بموطئ قدم يعني شوفوا صحيح هذا التفضل بي ما قلت ما تزحزح لا الآن الوضع تغير أنا قبل أن أتصدى إلى الحكوم نعم كان تذكر بين فترة وأخرى المحاصصة السياسية الآن لا أصبحت على لسان كل شخص يعني المواطن العراقي بدأ يدرك خطورة المحاصصة السياسية ودورها في تدمير البلد ودورها في إيصال الواقع السياسي والواقع الاجتماعي والاقتصادي إلى هذا الواقع لا الآن بشكل آخر وأنا أيضا في تصوري يجب أن يتحرك المواطن العراقي المواطن العراقي نعم للأسف الشديد صار التحرك التشريني واستغل من قبل نفس الأحزاب السياسية الحاكمة أغلب الأحزاب السياسية الحاكمة دخلت في هذا الحراك بل هي وجدت تنسيقيات تابعة إلها وحقيقة أزاحت عن أهداف الحقيقية أنا في تصوري هذه المرة الوضع خطير وخطير جدا وهذا قد يقود إلى ثورة ثورة جماهيرية هذا الأمر وارد تعرف الإنسان من يوصل إلى طريق مزدود كل شيء ممكن أن يصير ونحن مضينا في فترة الدكتور حيدر العبادي تحركوا الجماهير وتحركهم بدأوا يحسبون 100 حساب أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية واضطروا أن يستجيبون لمطالب الشارع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر